وطبعاً لما سيدنا إبراهيم عليه السلام رجع للسيدة صارة في كنعان قعب معاهم سنين طويلة وكان بيتطمن كل شوية على السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل في مكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كنت أخبركم الحمد لله تمام هو ده المهم ياريت كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونواحد الله لا إلهة لله ونقول كلنا سبحان الله بحمد الله سبحان الله العظيم عدد خلقه ورده نفسه وزنة عرشة ومدادة كلماته ومع مرور السنين الجو استقار شوية ما بين إنه يمر من كنعان لمكة ومن مكة الكنعان يعود مع السيدة صارة ويتطمن على السيدة هاجر لغاية لما جي يوم والملايكة زاروا سيدنا إبراهيم قبل ما يروحوا فين قبل ما يروحوا لسادوم وعمورة إيه سادوم وعمورة دول؟ دول قوم لوط في يوم كده وسيدنا إبراهيم عليه السلام كان مشغول بتحضيراته في البيت وصل لي ضيوف شكلهم كان حلو جدا ألقوا عليه السلام وانبهر بيهم سيدنا إبراهيم واستضافهم ودعاهم للغدا فدبح عجل كبير فقدموا ليهم بس ما كلوش خالص فسيدنا إبراهيم خاف جدا منهم وفجأة قالوا له إنهم ملايكة من عند ربنا سبحانه وتعالى ووصلوا هنا عشان رايحين لسادوم وعمورة اللي هم قوموا لوط عشان ينزلوا عليهم عقاب الله هنا خاف سيدنا إبراهيم على سيدنا لوط وذكر للملائكة إنه لوط موجود فيها فالملائكة قالوا نحن أعلم بمن فيها يعني حناجيه هو وأهله إلا مراته وبشروا بإنه السيدة صارة حتخلف ومشوا على كده وهي شهور قليلة جدا وتضع السيدة صارة على الرغم إنها كبيرة في السن مولودها إسحاق ونشأ سيدنا إسحاق عليه السلام وسط أبيه وأمه وعشان نشأ مع سيدنا إبراهيم نفسه فخد كل الحب والإرشاد والتعليم الصحيح وأجمل نشأة دينية قائمة على حب الله وطاعته عاش سيدنا إسحاق عليه السلام في كنعان وتربى فيها وعمل سيدنا إسحاق في الدعوة فكان بيدعو أهل الشام وأهل كنعان وعاش وسطهم سيدنا إسحاق عليه السلام زي ما أمروا سيدنا إبراهيم عليه السلام وخلاهم يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى وتعرف عن سيدنا إسحاق الفتنة والزكاء الشديد لازم تكون عارف أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم دعوة سيدنا إسحاق عليه السلام كانت للإسلام زي كل الأنبياء من قبله ومن بعده فكان بيدعو الناس للتوحيد وتسليم أمورهم لله تعالى لأن سيدنا إبراهيم كان دائم الترحال من كنعان لمكة والعكس بينما سيدنا إسحاق كان مستقر في كنعان يدير أمور الدعوة بين أهل الشام الموضوع ما كانش بالسهولة اللي احنا متخيلينها لأنه كان مطلوب منه أن يدعو إلى الله أمم كتير جدا وعلى مساحات واسعة جدا وبشكل عقلاني ومدروس ومحاورات بشكل يومي ومحاولات إقناع بشكل دائم عاش سيدنا إسحاق عليه السلام حياة كلها طاعة وإيمان في واحدة من زيارات سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي سيدنا إسماعيل نزل على سيدنا إبراهيم الوحي وقال سيدنا إبراهيم عليه السلام لسيدنا إسماعيل عليه السلام أن الله أمره أن يبني بيتا هنا فأجاب سيدنا إسماعيل بأن يطيع ربه وقال سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل بأن الله أمره بأن يعينه ابنه يعني ابنه يساعده فأجاب سيدنا إسماعيل حسنا سنفعل فسيدنا إبراهيم كان بيابني الكعبة وسيدنا إسماعيل كان بنوله الحجارة وهم بيقولوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ولما انتهوا من أعمال البناء واستقرت الكعبة في مكانها ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يؤزم في الناس بالحج وعاش سيدنا إبراهيم عليه السلام طول حياته ما بين كنعان ومكة في كنعان مع السيدة الصورة وابنها سيدنا إسحاق عليه السلام وفي مكة مع السيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام لغاية لما توفي سيدنا إبراهيم عليه السلام عاش سيدنا إسماعيل عليه السلام عمره كله يدعو الناس إلى الإيمان ودعى عابر السبيل للإيمان فكانت مكة في الوقت ده شعلة للإسلام واشتهر بوفاءه للعهد فكرمه الله وتوفي سيدنا إسماعيل عليه السلام ودفن مع أمه السيدة هاجر بعد وفاة السيدة صارة وسيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق حس بالوحدة الشديدة ولما وصل سيدنا إسحاق أربعين سنة قرر أنه يتزوج فعاشت معاه وساعدته في الدعوة لكنها كانت عاقر لا تلد فسيدنا إسحاق عليه السلام دعى ربنا سبحانه وتعالى أنه يرزقه بالزرية الصالحة فربنا استجاب له عشان زوجته تخلف توأم الأول اسمه العيص والتاني اسمه يعقوب ومعنى كلمة يعقوب أي الذي أتى عقب الآخر وعاشوا العيص ويعقوب يرعوا والدهم بعد ما أصابه المرض بعد رحلة طويلة من الدعوة والبعث النبوي واللي كان في أواخر أيامه على الفراش وفوق ده كله جهل سيدنا إسحاق عليه السلام ضعف في البصر لغاية لما أصابوا العمى وأصابوا المرض بشدة وتوفي سيدنا إسحاق عليه السلام في كنعان واللي هي دلوقتي اسمها مدينة الخليل في فلسطين نسبة لمكان دفن سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسحاق عليه السلام لأنه مع وفاة سيدنا إسحاق عليه السلام أولاده ودفنوه في نفس المكان اللي كان مدفون فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام ومرت الأيام لغاية لما بقى من نسل العيس الروم اللي هم أوروبا دلوقتي ونسل سيدنا يعقوب بني إسرائيل وإن شاء الله بإذن الله بعد ما تكلمنا عن قصة سيدنا إبراهيم وإسحاق المرة جاء إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن قصة سيدنا لوط ونرجع بعد كده نكمل قصة سيدنا يعقوب عليه السلام وفي آخر الفيديو ياريت لو إحنا على اليوتيوب نشترك في القناة ولو إحنا على الفيسبوك نعمل متابعة على الصفحة ياريت كل إنا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا إله إذن الله ونقول كلنا سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرش ومدادة كلماته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته